السلام عليكم ورحمة الله شخص البيتور جميع التقنيات هذا فيديو ثاني لطريقة أخرى لعقد الصنارة هذه الصنارة أخطوة كبيرة بجتبان والآن نأخذ طرف دي السبيب طرفين في نفس الاتجاه طرفين في نفس الاتجاه عكس المرة اللي فاتت كان واحد في اليسار وواحد في اليمين ونضعهم بحالة الشكل هذا هاو فوق الصنارة بهذا الشكل أمور واضحة جدا ثم نأخذ واحد من هذا الشوش عشوائيا ممكن أخذ هذا كما أنه ممكن أخذ هذا نأخذ هذا مثلا على سبيل المثال عشوائيا ونقوم أنا أريد أن نقرب ونقوم بتدويره حول هذه الخيطين وصلنا رمعا بهذا الطريق واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سمع سمع عشر مثلا ونقوم بالقبض على تلك العقدة والآن سنقوم بسحب أحد الخيطين مثلا نأخذ هذا ونسحب نلاحظ أنه جيد ويسحب بشكل تام ها هو ها هو كي تسحب أنا سأسحب مثلا لو اختارنا هذا لو تم الاختيار على هذا سنحاول السحب لكن لن يسحب نأخذ آخر ونسحب بهذا الشكل نقوم بالسحب بقوة قليلة لكي لا يتم يتلف الخيط والآن نلاحظ أن هناك شبه دائرة لازالت متواجدة إذن نأخذ نأخذ البنس ونحاول سحب الدائرة هكذا كما تلاحظون الدائرة تسحب لكن يجب التوقف عندما تختفي الدائرة لا يجب السحب إلى الأبد سننقفه عندما تختفي الدائرة يجب التوقف لأنه إذا سحبنا أكثر من اللازم ستفك العقدة ومرة أخرى الآن سنقوم بالسحب بهذا الكبير الخير الكبير هكذا بهذا الشكل وهذا يجب نيثيانه الآن يختفت الدائرة نتوقف عن السحب وهذا العقدة لن تفك نهائيا ثم يتم تقطع الخيط تقطع الخيط مع الحفاظ على نسبة من الخيط لكي يبقى آمان هذا النسبة هذه العقدة لاش كتصلاح ما دورها دورها هو أنه عندما نريد تطعيم مثلا القمرون الكريفات كي كل واحد كي اسمه الكريفات هو طعم طعم رهيف كما تقوله طعم لين جدا لكي تحاول طعمه إذا كان هذا متواجد في الأسفل أو إذا أردنا تطعيم مثلا دود رقيق إذا كان هذا متواجدا في الأسفل سوف يقوم بتقطع ذلك الطعم عندما نحاول إدخاله في الخيط سوف يتقطع طعم سوف يتقطع سوف مهم سوف يتقطع ولهذا نقوم بهذه العقدة لكي يبقى لنا هذا الجزء من الخيط عفوا هذا الجزء من الخيط يبقى في الأعلى حتى مثلا إذا أردنا تطعيم دود رقيق نقوم بإدخاله وندخله بسهولة في الخيط وهذا الجزء الذي بقي من الخيط يعمل لك مانع للرجوع ستنفخ يمنع الرجوع تيدان والطعم إلى الأسفل نتمنى لكم الفيديو واضح تحدث باللغة العربية نسبيا غير معتادة على هذا الشيء لكن في سبيل الإخوات العالم العربي لا بأس ليس هناك أي مشكلة مرحبا وأدعوكم بشدة إلى زيارة صفحة عشاق سيد بيروتا و جميع التقنيات على الفيسبوك